اهلا بكم مشاهدين الى التفاصيل بداية فكت المجموعة الاقلينية للدرك الوطني بولاة الغواطة حيثيات قضية مقتل مؤذن مسجد خالد بن الوليد بلدية الحاج المشري الذي اغتيل يوم ثلاثاء صباحا داخل المسجد بواسطة من طرقة هشمت رأسه وادته قتيلة تمكنت من القائل القبض على الجاني الذي سيتم تحويله الى وكيل الجمهورية عقب الانتهاء من التحقيقات بتاريخ 16 اكتوبر 2018 تعلق مركز العمليات بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالاغواط مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الاخضر 10-50 من طرف مواطن مفادها العثور على شخص متوفي داخل مسجد خالد بن الوليد بلدية الحاج المشري ويلية الاغواط ويتعلق الامر بمؤذن مسجد خالد بن الوليد بلدية الحاج المشري على الفور تنقل افراد الدرك الوطني الى عين المكان لقيام بالتحقيقات قصد كشف ملبسات القضية ليتم العثور على ادارة الادات الجريمة والمتمثلة في مترقة على مستوى ساحة عمومية قريبة من المسجد مواصلة للتحقيق تحصل عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالحاج المشري على معلومات مؤكدة مفادها ان الجاني من جنس ذاكر في العقد الرابع ساكن ببلدية الحاج المشري مركز وانه قام بالتنقل في هذا الصباح الباكر عن طريق وسائل النقل العمومي الى وجهة مجهولة مواصلة للتحريات وبعد انذار جميع الوحدات الفرعية عبر كامل اقليم المجموعة وكذلك التنسيق الدائم مع المصالح الامنية والمجموعات الاقليمية المجاورة لتكثيف عمليات البحث حيث وبعد مدة زمنية قصيرة من نفس اليوم تم توقيف الجاني من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالاغواط ليتم تكثيف التحري معه ومواجته بالادلة العلمية الموجودة بمصرح الجريمة خاصة تلك المتعلقة بالبصامات على اداة الجريمة وكذا اثار الدم الموجودة على حذائه الرياضي اعترف هذا الاخير بارتكابه الجريمة المنسوبة اليه الجاني سوف يقدم امام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة افلو مباشرة بعد انتهاء التحقيق